أكد سمو الشيخ ناصر من حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية دور الجماهير الرياضية في تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين والمقام حاليا في دولة الكويت مشيرا إلى أن حرص الجماهير البحرينية على حضور المباراة ومؤازرة المنتخب شكل مصدر قوة للعبين وشد من أزرهم في سبيل تخطي دور المجموعات والتأهل إلى الدور قبل النهائي وبين سموه أن المنتخب الوطني الشاب حظي بالتفاف شعبي كبير وتشجيع من قبل جماع أبناء شعب البحرين وأعرب سموه عن ثقته بأن المباراة المقبلة للمنتخب ستشهد التفافا شعبيا مشابها بحضور جماهيري قوي للوقوف إلى جانب المنتخب في مهمته بكأس الخليج هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الحرص على دعم المنتخب بصورة كاملة في البطولة الخليجية والوقوف إلى جانبه من أجل تحقيق النتائج المتميزة في البطولة العربة أما مدك هذه السنة اشتركوا في القناة